تدخل المواجهات المسلحة في السودان أسبوعها الرابع وسط تجدد الاجتباكات بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع رغم الهدنة السابعة المعلنة بين الطرفين في ظل اتهامات متبادلة بخرقها في العاصمة الخرطوم حلقت طائرات تابعة للجيش وشنت ضربات جوية في حي الرياض وسمعت أصوات أسلحة ثقيلة تزامنا مع تصاعد أعمدة الدخان في مواقع مختلفة جنوب الخرطوم بحري كما دوت انفجارات عنيفة في محيط القصر الرئاسي نقابة أطباء السودان قالت إن عدد ضحايا الاجتباكات من المدنيين بلغ خمسمائة قتيل مع أكثر من ألفين وخمسمائة مصاب لافتة إلى أن الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية في العديد من المدن باتت خارج الخدمة في الجانب الآخر من البحر الأحمر تستضيف مدينة جدة سعودية محادثات هي الأولى منذ اندلاع الأزمة تشارك فيها ممثلون عن الجيش وقوات الدعم السريع وتؤشر التصريحات الصادرة عن الجانبين إلى تباين في أهداف المشاركة في المحادثات فالجيش السوداني يركز على انسحاب قوات الدعم السريع مما يعتبرها مواقع وسط مناطق سكنية ومرافق حيوية ويتهمها باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية وقد شدد المتحدث باسم الجيش على أن وفد القوات المسلحة ذهب إلى جدة ليناقش موضوع الهدنة دون التترق إلى اتفاق نهائي بينما تركز قوات الدعم السريع على انتقال المحادثات إلى مستوى سياسي وقد تحدث قائدها حميد عن تمسكه بالدعوة إلى قيام حكومة مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي حسب قوله ويرى متابعون للوضع في السودان أن التعنت من الطرفين وتمسك كل منهما بأهدافه سيصعب مهمة توحيد الرؤى في جدة وقد يرجع الطرفان إلى السودان كما غادره